هاي اصحابي اخباركم اي اعتمان انتو كلكوا تكونوا في خير واغدين بالكم كويس جدا من نفسكم الفترة دي عارف انا بقلي فترة شوية كده متغيبة بصراحة قمت واغدة بريك كده او استرحة بس اعدي فيها للفيديوهات الكتيرة اللي المفروض هتنزل فترة جاية نهاردة انا جاية اكلمكم بقى عن احدث ثلاث موبايلات من شركة سامسونج الموبايلات دي لسه معلن عنها من شوية بسيطة جدا في السوق العالمي يعني موبايلات كده طازة جدا سلسلة الايه الجديدة الاي اتنين وسبعين الاي اتنين وتلاتين اي اتنين وخمسين نهاردة هكلمكم عن اهم المزايا في الموبايلات دي وانطباعاتي عنهم والحاجات اللي بتميزهم معان باقي سلسلة الايه بس طبعا قبل بقى ما ادخلوا في فيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو بس طب شكرا بالقناة وتفعلوا زر الجرس سلسلة الايه الجديدة فيها اختلافات كبيرة جدا عن كل اللي احنا شفناها في سلسلة الايهات السابقة جدا لسامسونج الموبايلات الجديدة بفعالية مختلفة تماما عن الاي واحدة سبعين والاي سبعين اللي احنا شفناهم قبل كده اختلافات كلية وجزائية ومزايا كتير الصراحة سامسونج اهتمت انها تقدمها في الموبايلات الجديدة يعني مزايا حتى مش منتشرة او نادرة ما هتلاقيها اصلا في الفئة السعرية بتاعت الموبايلات دي الموبايلات اللي وضع تصميم بتاعها فكرني جدا بتصميم الاس 20 FE اللي احنا شفناه قبل كده تصميم جامد جدا وعصري يعني شكل الكاميرات هنا وقت عندنا في ال اتنين وسبعين وال اتنين وخمسين هما تقريبا ناصل تصميم يعني فرق الحج متقارب جدا من الاس 21 يعني متقارب لحد كبير يعني ولكن اكيد مش عبارة زيه بالظبط ال اتنين وتعاتين هو المختلف شوية الظهر بتاعه لامع الموبايلين التانين الظهر بتاعهم مش بيلمع جزء الكاميرات برضو مختلف تماما في ال اتنين وتلاتين زي ما نشايفين فيش نهوت بروس خالص جزء الكاميرات مفيش اطار مثلا عن الكاميرات زي اللي احنا شفناه والموبايلين التانين ولكن كل كاميرا لوحدها عليها البروس بتاعها او عليها الاطار بتاعها وده صراحة عجبني جدا في حتة وفي نفس الوقت اللي هو انت تبقى خايف قوي على الكاميرات دي انصحك ان انت لما تشتريه لازم تبقى جايب له جميل جدا عشان تحافظ على حتة دي الكاميرات التصميم زي ما قلت لكم واحد تقريبا التاب موبايلات عندها في جزء التحتاني مدخل الشحن يوس بي طايب سي وهي عندنا سماعات السبيكر والا اتنين وسبعين والا اتنين وخمسين او الصراحة بيتميزوا ان هما فيهم سماعات ستيريو سبيكرز اداء هم ممتاز جدا بالنسبة لها السعرية بتاعيتهم عندنا كمان مدخل هيدفون جات موجود في التاب موبايلات الا اتنين وسبعين والا اتنين وخمسين بدعم تشغيل خطين او خط وكارت مامريب منفعش تشغل خطين وكارت مامريب في ناس الوقت المميز بقى هنهوات كمان عندنا ان ال اتنين وسبعين والا اتنين وخمسين بيجوا بحماية ضد المياه والا اتربة ودي تقريبا حاجة ماشوف نهيش اصلا في الفئة السعرية دي خلص دي الصراحة مميزة حلوة جدا يعني احنا داخلين بقى على السيف والنا سيب تنزح من حوات السباحة وحيس تصورها وصحابها هيعجبها جدا ان الموضوع دوت حيبقى سهل قوي في ال اتنين وخمسين والا اتنين وسبع ع closure بقى الجزء الامامي وهطبعا نتاع موبايلوات بيجوا بشاشات سوبر اموليد اتنين وسبعين والا اتنين وخمسين الكامرا هنا هو الشاشة تقليدي شقعة ويجب أن تصميم الشاشة بتاعهم من قدام تقليدي شوية لنا كده تقليدي شوية اتنين وسبعين الشاشة ستة فصلة سبعة انش في ال اتنين وخمسين ستة فاصل خمسة انش اتنين وتلاتين الشاشة حوالي ستة فاصل اربعة انش. تلات شاشات الجودة بتاعتهم فل اتش دي بلس. يعني متردد الشاشة العالي التسعين هرتز. دي اول مرة حاجة سامسونج تقدمها لنا في الفئات. متوسطة بتاعتها. وطبعا مع الشاشات الاموليد امود وضع جميل جدا. عندنا البصمات جوة الشاشة. طبعا الانوز اندس بلاي. ثلاث موبايلات نواب بيجوا بنظام اندرويد من العلبة او مفتضلهم العلبة اتلاعيهم احدث نسخة بالنظام اندرويد وكمان عليهم احدث وجهة من شركة سامسونج وان يو اي تري بوينت وان الموبايلات طبعا فيهم مزايا كتير من الوجهة الجديدة وعندنا مزايا الاساسية زي خاصية عمل نشخة من طبيقات التواصل الاجتماعي ومزايا بتاعت وجهة سامسونج زي والات هنا كمان بيدعموا خاصية الانف سي ودي طبعا حاجة حلوة عشان دي بتهم الناس اللي بيشحنوا كارت الكهرباء بالانفسي بالنسبة المعالج في الاتين وسبعين والاتين وخمسين بيجو بنفس المعالج ونفس المنصفات الداخلية تقريبا الجهازين بيجو بسناب دراجون سبعمائة وعشرين جي معالج اللي احنا شفناه قبل كده في اجهزة كتيرة جدا لازبط نفسه في اجهزة برضو كتيرة جدا والاداء بتاع والصراحة يعتبر قويس قد لا يكون اقوى معالج في الفئات السعرية بتاعت الاجهزة مرايك انه في الاول في الاخر معالج كويس جدا اعتمادي يعني ما حد اشتكى منه بالنسبة بقى لل اتين وتلاتين فهو جاي بمعالج ميديا تاك هاليو جي تمانين المخصص اكتر لاداء الالعاب او يعني المفروض انه هو بيدي لك اداة حلو في الالعاب اتين وسبعين وال اتين وخمسين نسمى لهم نسختين نسخة تمانية جيجا رام ومية تمانية وعشرين جيجا مامري ونسخة تانية تمانية جيجا رام ومتين ستة وخمسين جيجا مامري اما بقى اتين وتلاتين فهو نازل بنسخة ستة جيجا رام ومية تمانية وعشرين جيجا مامري بالنسبة للبطاريات في ال اتين وسبعين بيجي بطارية خمس تلاف ميلي امبير طبعا الرقم كويس عشان السوفتوير اللي هو بتاع السامسونج اللي استهلاك بتاعه عالي شوية اتنين وخمسين بيجي بطارية اربعة تالف وخمسمية ميلي امبير وال اتين وتلاتين بيجي بخمس تلاف ميلي امبير برضى كان نفسي اشوف احجام اكبر زي سلسلة الام بتاع سامسونج اللي بيجي بيجي بسبعة تلاف ميلي امبير بطارية بتاعتها بالنسبة للسرعات الشحن في عندنا ال اتين وخمسين وال اتين وسبعين بيدعموا الشحن السريح خمس وعشرين واط حتى الان ده على سرعة شحن عند سامسونج يعني السرعة كنيسي اشوف سرعات قاعدة للشحن عند سامسونج زي الشركات التانية اما بقى ال اتين وتلاتين فسرعة الشحن انا هو للأسف خمس تاشر واط بس يعني السرعة كنيسية اشوفها 25 واط زي موبايلات التانية او على اقل 18 واط زي اخلابية موبايلات نسبة يعني الاسواء الفترة دي لكن 15 واط صراحة يعتبر قولية شوائدين خصوها مع فترة كبيرة 5000 ميلي امبير وجينا بقى للكاميرات والصراحة سامسونج عماية تشغل مميز جدا في كاميرات ال اتنين وخمسين وال اتنين وسبعين فيهم حبة موصفات في الكاميرات بتاعتهم صعب جدا ان انت تلاقيها في اي موبايل تاني في الفئة السعرية بتاعتهم المميز ان هو في الكاميرات بتاعت ال اتنين وسبعين وال اتنين وخمسين سامسونج ضافت لهم او المسبت البصري ودي حاجة صراحة نادرة ما بنشوفها خالص في الموبايلات الفئة المتوسطة سامسونج عالت شوية في ال اتنين وسبعين وبقى عندك كمان مسبت بصري في العدسة موبايلين انهم بيقوا بنفس الكاميرات تقريبا الكاميرا الامامية عندنا اتنين وتلاتين ميجاباكسل تقدر صور فيديوهات بجودة يعني طبعا دي هاجة مميزة جدا. عندنا اوضاع تصوير اللي حين متعودين عليها من سامسونج العزلة طبعا في الكاميرا الخلفية هنا هو برضو بتقدر صور في والموبايلين بيجوا باربع كاميرات خلفية العدسة اسية عندنا اربعة وستين ميجاباكسل والعدسة عندنا اتناشر ميجاباكسل وعندنا عدسة عزلة خمسة ميجاباكسل وعدسة عشان مكرو خمسة ميجاباكسل برضو زي ما قلت لكم الخاصة كتير اللي سامسونج معاودان عليها وعندنا خاصية برضو اسمها وضع زي الفلاتر كده المتشرة على انستجرام وتعمل اشكال مختلفة اما بقى الاتنين وثلاثين في الكاميرا العمامية عندنا نهوات عشرين ميجاباكسل والكاميرات الخلفية عندنا نهوات العدسة اسية اربعة وستين ميجاباكسل عدسة تمانية ميجاباكسل وعندنا عدسات العزل والماكرو خمسة ميجاباكسل برضو. تلات كاميرات عملوا شغل حلو جدا في العزل يمكن سامسونج الوحيدة اللي بتاع الكاميران بتاعتها بيعرف مع العزل بتاع الخلفية خصوصا في الكاميرات السيلفي يمكن دي حاجة نقصة في اغلب الشركات تلات اجهزة عموما خدوا معي صور حلوة سواء كاميرا امامية او الكاميرا الخلفية طبعا زي ما قلت لكم في الفيديوهات المفصلة او المراجعات الكاملة بتاع كل جهاز يبقى في بقى تجربة مفصلة لكل واحد فيهم بتصوير الفيديو كاميرات الامامية وكاميرات خلفية والكامل اللي انا مع وضاكوا انها بعملوا دامان في كل مراجعة لكل موبايل طبعا ناس انتبعني عن فيسبوك عفنا نزلت كتير قوي عن تسريبات الاسعار بتاعت الاجهزة ونزلت كتير عن تسريبات عموما والحجز المسبق كمان بتاع ال اتنيا وسبعين وال اتنيا وخمسين كل موبايل فيهم منازم النسختين ال اتنيا وخمسين هينزي منه نسخة 8 جيجا رام و 128 جيجا ممري سعر بتاعها زي ما نشايفين كده و عندنا كبان نسخة اخرى اللي هي 8 جيجا رام و 256 جيجا ممري برضو سعر بتاعها زي ما نشايفين بالنسبة باقي ال اتنيا وسبعين فالسعر بتاعه اغلى شوية لان هو طبعا يعتبر المقويل الاعلى والمنصفات بتاعه اعلى شوية نسخة 8 جيجا رام و 128 جيجا تبقى جاية بالسعر ده و النسخة 8 جيجا رام و 256 جيجا ممري هتبقى جاية بالسعر ده الـ A32 في الصراع حتى لا يوجد أي تسريبات خلص عن السعر لأنه لسه متوقع أنه ليس سينزل لذلك يسوق مصري لسه وده مش شوية فنحن عندنا فترة جاءة إن شاء الله متوقع أنه نعمل له ريفيو ونفصل الـ A72 و A52 ريفيو الوحده و كمان الـ A32 و M62 فيديوهات كثير قوي جاءة للفترة جاية طبعا ناس عشق سامسونج أكيد موبايل لد هتعجبهم موبايل لد فيها مزايا حلوة جدا سامسونج بيتقدمها لأول مرة في الفئة السعرية بتاعتها ومش هتلاقيها أصلا في الفئة السعرية دي هي عام للصراحة توليفة حلوة قوي ولكن برضو أنا بنصح أي حد طبعا هو يستنى مراجعة الكاملة خصوصا لو انت فتك الحجز المسبق نصحك أن انت هتستنى كده تشوف المراجعة بقى المفصلة والتجارب المفصلة للموبايل لد دي عشان تقدر تحدد أو تقدر تقرر بزبط انت هتشتري أني موبايل فيهم وأني موبايل فيهم يناسبك أكتر هتمنى هيكون الفيديو عجبكو وما تنسوش تكتبولي في التعليقات رأيكم في الأجهزة ايه طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصي الفيديو للناس أكتر وما تنسوش كمان تعملوا وصاب شكرا بالقناة لو انتو او مرة تفرجوا علي وتفعلوا زر الجرس عشان ما تفوتكم مش بقى المراجعة الجديدة اللي جاء ان شاء الله الفترة الجاية هتمنى انتو تتبقوني على فيسبوك وانستجرام لميسي الحسيني وكمان تنضموا بتاعي على فيسبوك له اندوكم اي صفصارات ابعتمولي هناك يلا باي باي